بالنسبة لك العلاقة ماذا هي إقالة أم استقالة أو علاشة هاد الاستقالة أو الإقالة فهي تمت ديناتنا يعني على بياض بعض الأمور اللي اللي أنشتها في نظري ما كانش مقبولة المدريب يقبل عليها وبنسبة لك رئيس دي الفريق فهي تشوفها بإنها متقالة اللي هي تزيد تعاونها في الفريق وهو تعيين محمد بورجي موذرق لابن الفريق هو تعيين أجوان ثالث يعني بالتحديد فكانت أنا بالنسبة لي بعد الانتصار المقد الأخير على المصر بكاتة الفريق من بعدها يعني الأجواء ما داري ما كانش تتتقبل بإنه يتضاف هنا وحد العنصر ثالث يعني أنا بالتجوان اللي هو الأول اللي هو هشام اللويتي أنا بالتجوان الثاني اللي هو قيمة كدامة تيجاني مطاوي لاعب المتقبل صادق والمتقبل والرزا وش مجد تفشت أني وربما تعيين تعيين دي البورجي كان هو وسيلة لدفع أبينا صاحبين لمغادرات الفارق هذا السؤال كانت بطر الدهن ديالي أنا ولدي الجميع بالنسبة للأمور الخرافة يعني هذا أقل 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 شيء يعني يعني أني أنا فلنا هذه السؤالات تسألتها و الرئيس جوابني بهذه الأجواذة بأننا يمكن لنا هذه الأمور يعني كما تقولوا قدر تكون واحد الحاجل يمكن لنا أن تكون إدارة أنا تقول لك ما هي الإدارة مالها تقدر تدير من غير أنك عندك أرجوان الثاني وعندك أنا أرجوان الثاني لم أعطي واش نسمع تشوفش لأنه القانون ديال المدرب الدار أنه الحاجل الآن لم يخدم المدرب بإطلاق أنا أنا تنشوف ضروري الموضع قانون اللي تحلي للمدربين وكذلك كنت تتطب في المطلحة ديال 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 كانت تشاورات في الفترات السابقة بين الجمعية ديال المدربين ومع رئيس الجامعة فتنصد هذه المسألة هذه في إجابة ديال وصدية أنا أعتقد أن أي قانون تتحق إلا نقضع في ديال فالنقضع في ديال اللي قينات الأخير هو أن الأمور تتسم بطريقة أخرى لما كانت المدرب عنده الحق بشي يعني يدرب جزي للفرق ولا تهبط النيفول اللي قل منه آآ يعني تدوز المساء الأخرى اللي تتتعلق على كل الأمور اللي تتعلق بالناس اللي 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 بشتحفد واحد وما يمتلك واحد يخدم بطريقة هذه وانا عندي واحد الاستاتيش المنطو وكان دوز الأمور الأخرى أنا مثلا خدمت في الملعب يعني انت القليمة ديال داك المدرب اللي هو كإثم المدرب بحفظ شما هي القيمة ديالو شكرا جزيلا لك على مملكة عبد الموقع